صباح الخير الدكتورة أهلا وسهلا فيك في هذه الحلقة الثانية كنا تحدثنا في الحلقة الماضية بعجالة عن موضوع الأيام الأخيرة والرسول وحاولنا ما أمكن أن نذكر نقط خفيفة أهم الأحداث لكن بقي لنا أن نكمل بعد وفاة الرسول سقيفة بني سعدة والأحداث التي حصلت في أول خلافة أبي باكر الأحداث تسارعت بعد وفاة الرسول وممكن أن نلخصها بعجالة في ثلاثة مراحل المرحلة الأولى هي النقاش السياسي المفاوضة السياسية التي حدثت في سقيفة بني سعدة بين المهاجرين وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ومن جهة أخرى الأنصار وعلى رأسهم سعد بن عبادة سيد الخزرج المفاوضات السياسية تمحور تحول مسألتين المسألة الأولى هو أن الأنصار كانوا يحبوا يكون عندهم نوع من السيادة لاحبوا يقعدوا تحت سلطة المهاجرون واقترح واحد من الخزرج قال لأبو بكر الصديق قال له مننا أمير ومنكم أمير لكن أبو بكر الصديق رفض هذا المقترح وقال له نحن الأمراء وأنتم المزراء لكن في الحقيقة المفاوضات في سماوات بسرعة تحولت إلى نوع من الصراع المفتوح ودخل عمار بن الخطاب بأسلوبه المعهود وهو أسلوب في كثير من الغلظة والعنش والعملية أسفرت على أنه وقعت باعة أبو بكر الصديق لكن بدون ما يحصل على جماع خاصة من قبل الأنصار وخاصة فيما غياب لعائلة الرسول خاصة علي والعباس مشغولين في عملية الدفن وهذا أمر غريب وأن أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب لم يحضروا دفن الرسول قيل أنه دفن بالليل دفن بالليل وكأن عملية كانت عملية سرية حول الساعات هذه التي صارت في نفس الوقت سقيفة بني ساعدة من جهة وفي نفس الوقت عائلة الرسول مشغولة بتجهيز الدفن ومن بعد تصير أحداث ويأتي بنوا أسلم يأتي للمدينة اللي هم معروفين بلهم صراق الحجيج يعني معروفين بمارستها العنف كانوا موجودين في المدينة وقال عمر بن الخطاب لما رأيتوا بني أسلم أيقنتوا بالنصر يعني عملية فيها تشبه شوية للانقلاب العسكري من بعد المرحلة الثانية نحكي بوجهلة على الساعات الأولى بعد أعلان رسمي لوفاة الرسول من بعد دي مرحلة ثانية هي المعارضة لأن أبو بكر الصديق في أول مرحلة قتلة الأنصار وأغلبهم ما قبلوش أنه يكون خليفة دي معارضة من جهة أخرى وهي معارضة من صف المهاجرين نفسهم أو على رأسهم العائلة نعم وكذلك القريشيون المهاجرون القريشيون لأنهم يعتبروا أبو بكر الصديق من كما يقول أبو سفيان بن حرب من أذل حي في قريش قريش قبيلة كبيرة وفيها أحياء ثم نوعية من الأحياء كما بن هاشم والأبن أمية يعتبروا أنفسهم من الأنستقراطية وأبو بكر الصديق كانوا يعتبروه من درجة أقل لذلك القريشيون خاصة القريشيون اللي كانوا هاجروا مع الرسول في الأول ولحتى القريشيون اللي في مكة ما زالوا رغم بعد الفتح اللي هما نظريا أسلموا رفضوا تسمية أبو بكر كخليفة لأسباب طبقية نعم ليس لأسباب دينية ومن بعد جيد مرحلة ثالثة اللي هي أصعب مرحلة بالنسبة لأبو بكر الصديق هي مواجهته مع فاطمة بنت الرسول نعم قبل أن نذهب إلى هذه المرحلة الثالثة بالنسبة للصقيفة هناك تقليد عربي قديم كان يتحدث عن أن الصقيفة هو مكان آمن حتى لو كان في خصم ما بين اثنين يحلوا مشاكلهم في الصقيفة فعلا إذن كان كمجلس لتوحيد الصفر للمحاورة ووجود حلول توافقية نعم في السقائف وحتى في صحيح البخاري باب كامل اسم باب السقائف نعم وحتى الرسول كان في صقيفة بني ساعدة تفكر المصادر التراث الإسلامي أنه كان مكان جميل ويحب يمشي يعادي فيه الوقت ويشرب النبيذ يعني أمر طريف جدا يمشي مع أصحابه لكن عندهم بئر يقولوا بليوا بئر فيه ماء عذب جدا يعني هي في نقولوا في حديقة تحت ملك الخزرج وخاصة سيد ابن عبادة لكن هما في الأول العملية المحاورة السياسية اللي صارت في السقيفة كانت محاورة يعني حضارية نعم أبو بكر الصديق حتى لما عمر بن الخطاب بادر بأخذ الكلمة في أول النقاش قالوا لا أسكت خليني نتكلم لأنه معروف على أبو بكر أسلوبه الديبلوماسي والهادئ نعم وخاف من عمر أنه ضيع الفرصة لكن في الآخر يعني أنهم وصلوا إلى نقطة اللعودة ورقوا بالتوافق مستحيل وقت عمر بن الخطاب تدخل وحاول حتى قتل سعد بن عبادة في السقيفة لكن تدخل خاصة ابن سعد بن عبادة قيس بن سعد منعه من ضرب وليدي وقالوا لو لمست منه شعر لا أتركه في فيكة واضحة يعني أحنا بالتونسي نقولوا نكسر لك فمك يعني ما نخلي لك حتى سن يعني حتى كيف تشوف كيفاش المصادر تراث تنقل حداثة اللي صارت في سقيفة بني سعدة ننتقل ننتقل للمحلة الثالثة الأخيرة وإيانا وفاطمة المواجهة بين أبي بكر وفاطمة هو على مرحلتين أولا المرحلة الأولى هي أنه المعارضين السياسيين من أهل البيت وحتى من المقربين من الصحابة المقربين تحصنوا في بيت فاطمة وأعلنوا أنهم يرفضون ولاية أبو بكر نعم وقعت هجمة أولى الهجمة الأولى هي أنه زبير ابن العوام خاصة لأنه معروف بشدته وغلظته بعثلهم أبو بكر صديق عمر بن الخطاب ليحرق بيت فاطمة والغريب في الأمر هو أني كنت نتصور قبل ما نبدأ البحث هذا والدراسة الدقيقة للمرحلة هذه كنت نتصور لهذا موجود كان عند الشيعة لكن ما رأعني إلا أني وجدت عند السنة كذلك يتحدثون عن الهجوم على بيت فاطمة وكيف عمر عنف فاطمة يعني فما درجات متفاوتة متفاوتة نعم السنة يقولوا يعني مواجهة كلامية بسيطة خفيفة لكن الشيعة يقولون أنه ضربها وأجهضت يومها وفقدت الجنين وثما صار لها نزيف التي توفيت على إثره بعد أسابيع هذه المرحلة الأولى في المواجهة من بعد المواجهة العنيفة التي فيها الهجوم على بيت فاطمة جاء المسألة الأرض أني فاطمة مشيت للخليفة وقالت له أعطيني منابي في ميراث والدي واللي كان تفكر فيه هو ما يسمى بواحد فدك نعم اللي هي كانت واحة يقولوا يعني جنة على وجه الأرض وكانت خذاها الرسول من نسرع لأنه الوقص تفاصيل كثيرة لكن منعها أبو بكر من ميراثها وقالها والد كان يقول أن نحن معشر الأنبياء لن ورث كل ما نتركه صدقة طبعا هي حست بشعور كبير بالظلم والاستهاد ذهبت إلى الجامع وقتهما الصحابة وأبو بكر صديق مجتمعين وألقت عليهم الخطبة ما يسمى بالخطبة الفدكية ولعنتهم لأنها حست بظلم وقهر وأكيد أن هي توفيت بعد فترة قصيرة بالقهر هل هي حزنا؟ من سورش حزنا من سورش حزنا صعب نترك الخلاصة للمشاهد الكريم هو الذي يحكم على هذه الأحداث وهي دعوة للبحث في هذه النصوص وممكن نحط لهم المصادر حتى اللي فيها رقم الجزء والصفحة للتثبت في الأمر لكن نحب إضافة بسيطة هو أن مسألة فاطمة كانت تشكل بالنسبة لأبو بكر الصديق مسألة أخلاقية كبيرة لأنه بعد ما صار المواجهة خاصة مع فاطمة طلب الاستقالة نعم قال أقيلوني بيعتي وهم قالوا لا نقلك ولا نستقلك شكرا شكرا جزيلا وعفوا على الإطالة شكرا شكرا